كنت نشوف الطبيعة على أساس أنها لوحة فنية تنغض بالحياة وفعلا هي كذلك أودع الله فيها كل أسرار البهجة والدهشة والجمال لكن كنت نشوفها من هذه الزاوية فقط زاوية الجمال لكن اليوم اخترت لكم زاوية مختلفة تماما وليراني بغيكم تشوفوا منها الطبيعة هذا الجنب اللي رح يخليه تحس وتستشعر عدمة الخالق مرحبا 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 الله 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 علي ، عاي packed يمر desenvol sang a kitchen هش هو لحظة سمت ايطارhn والدخاري ايطار ً كما جعلت الرحمة في الغارب هذا ما هو 45$ صح ما كان تع旻ه دولار ? ايقالي تزيد Dentif المكلف نمسك سان yes مممممممممممممممممممممم газجر أدية بواغنية صعMin هل أنظم هم آ componم ! بآل هذا المكان يعتبر من أخضر الأمكنه على وجه الأرض لماذا؟ نظرا للحرارة المرتفعة فيه وخاصة في فصل الصيف حيث سجلت أعلى درجة حرارة على وجه الأرض في الأسبوعين الماضيين لطريقة أصدقاء من الماضيين بجلد أعلى درجة في قدر مرة السجرية لماذا؟ الأممم REABAB حينها السجرية في القدر سرستخدم الماضيين بارد درجة إنها الكثير من الماضي لتصوير سجلت أخضر الامر لا تكون أنا من المتحدث لا يكون نتبع بأسجار والمتنف ما تريد درجة مينصمم يقول لك درون أيضا اشرب بصلاد الواء او من الوقت لا تتمشيش ولا يكون السخانة بزيب ودايما ينسخانك شغل الترافل وانت عندك الاغراض هكا ماش تسيرفيفي بيه وووش فور ساين لنذهب الناس بغاوا يدروا الهايكين هنا في الداد فالي بغاوا يتحدوا نفسهم شغل الداد فالي كي تدروا الهايكين في الداد فالي لانك روحت صعدت الجبال هيمالاية الفوق في القمة سمى نفس الخطورة وبثاف الناس ماتوا هنا وبثاف الناس ماتوا هنا في الهايكينج لماذا؟ يعني المطيقة حارة بثاف 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 ومن الافضل انك تجي لهذا المكان وتزور هذا المكان قبل الساعة العاشرة صباحا ويستحسن انك ما تجيبش الاولاد الصغار معاك تجيبش انتظروا الناس انتظروا الناس قصفا هناك انتظروا الناس انتظروا الناس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ماشي هادي طويلة ماشي هادي كيما يقول لك البومباردينتا سقير نعطيك حاجة سقيرة وأنا الكبار نعطيك حاجة كبيرة هادي شوفك وانضع هادا رازبري توت توت الصحراء اخويا الصحراء انشف كده اللي ما يكمل لنا تايت عصر انا لنسلكم بلا تاية صح دا تاية لا تاية زليم رحمة ربي رحمة ربي رحمة ربي مانا وماركتش الإحساس كي تكون عدشان وتشرب بمشي كما كي تكون جيعان وتاكل كي تكون جيعان وتاكل تفرح مي نورمال بسح كي تكون عدشان وتشرب تحس الحياة عودت ملت لك و جعلنا من الماء كل شيء الحياة الله عزنا بالأحب شو ما زرنا في الناشونال بارك دات بالي بارك وهذا البارك يعني كبير بزيف وندي بلاصه باللوطن منطقة اخرى باش نكتشفوها وكلش الاشياء اللي نكتشفوها زعمت على الخالق ربانية لكن بدون لكم حاجة انو باش تدخل له لازم تخلص وكيفاش تخلص طريقة باش تخلص يعني شوفو فيها فيها تيقة كبيرة شوفو صحرا للمكينة نشوفوا صحرا للمكينة كل يوم من تفعones شوفو صحرا للمكينة ماذا تفعيل؟ كان ماذا تفعيل؟ هل سوف نظرة فيها؟ نظرة فيها يجب أن تظهر لسحراء و لا يكن أن يظهر أحد و تظهر هذا من هنا 35$ و أحضرها في اللوطب و تتميشها به و هنا يجب أن نتعلم سحراء و لا يجب أن يجعله بحرم و يجب أن نتعلم الماء و يجب أن يجب أن يجب أن تطع الماء هنا أسيسة تغسل لديك بالصابون في وسط الصحراء وبعد ما اكتشفنا داد فالي توجهنا مباشرة إلى مكان آخر سبحان الله هذا المكان الذي توجهنا فيه متواجد في نفس الصحراء على بعد ساعتين أو تلت ساعات من داد فالي لكن هذا المكان ففي الطريق حتى شفنا التضاريس تختلف وكنا نمش في الطريق حتى واحد تنين ثلاثة تغيرت الطريق تماما وأصبح نشوفه واحد الجبال سبحان الله يعني جبال حمر بزاف هذا المكان على الطرفية يعني في بداية الفلوغ أنه في بالي وفي اندونيسيا وفي آسيا طبيعة اللي تخليك تحس بالجمال الرباني لكن هذه الطبيعة تخليك تحس أكثر بالخوف وفي عدمة الخالق يعني سبحان الله لما كنا نمش في طريق داد فالي أوفها يعني حسيت واحد الإحساس رهيب ترجمة نانسي قنقر 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 وعليش كان هذا الاختلاف فلقيت آية اللي تقول بعدها بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به طمارات مختلفاً ألوانها وهذا الشطر الأول من الآية واللي يبين لك الإعجاز على الله تعالى ومن راح الإعجاز هنا؟ ألوان طمارات ماء لا الإعجاز رأى أنه بشيء واحد ينزلها الله من السماء وهو الماء يخرج لك طمارات لكن كيفاء هذه الطمارات مختلفاً ألوانها سواء في الرائحة سواء في الطعم سواء في الشكل فهنا رأى الإعجاز بشيء واحد نفس الماء إلا أنه الطمارات تختلف ولما نجوه للشطر الثاني من الآية واللي هو يتكلم عن الجبال واللي أترت فيها هذه الجبال والله يعني حسيت بالخوف والعظمة على الله وفي الشطر الثاني من الآية يقول ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود فالشطر الثاني في الآية تاني يذكر اللون ويدكرها على أساس الإختلاف فسبحان الله شفتها هذه في Valley of Fire يعني نفس الصخرة نفس التشكيلة إلا أنه النحوط تختلف والألوان تختلف وتتدرج في نفس الصخرة وهذا الإعجاز راح ناهي يعني في صخرة واحدة ونشوفه تدرج تح الألوان موسيقى 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 وهكا كنا وصلنا إلى آخر الفيديو ونشكر جميع واحد وصل آخر نقطة من هذا الفيديو وبرك الله وفيك شكرا على وقتك ما تنساش إلى اللي مارش مشترك في القناة تشترك كين واحد زر الاشتراك حمر هنا ماشي الجبل الحمر اللي اكتشفنها وإنما زر الاشتراك تخلي لي جام وتعليق أيضا ومدى بي أنه جميع واحد شف حاجة خليته يوحد الخالق ويقول كلمة سبحان الله يقولها هنا في خانة التعليقات تحتها ويعني عموما التقص وتعطوني رأيكم في خانة التعليقات وتعطوني تاني آراءكم حول الفلوكات والمواضيع قادمة إن شاء الله فيا معلي يغي نقولكم دمتم في رعاية الوحيدة هذه هي ترجمة نانسي قنقر